بسم الله صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتمن تسليم يا مساء الخير جمعة مباركة عليكم جمعتكم طيبة وربنا يبارك في كل أيامكم كيفكم يا أمهات كيف عاملين عساكم كلكم بخير وعافية طمنوني عليكم عاملين شنو والبرنامج وكيف أجواء الجمعة عندكم زي ما شايفين اليوم جيدكم في فيديو جديد الفيديو عبارة عن بس ما عارفة صحية الصباح هفت لي إنو أشارككم يومي بس كده هفت لي إنو أنا أشارككم يومي قلت خلاص توكل على الله أقوم أردت بدوني كده وأعيش ناسة البيت هجواء الجمعة وعيشكم معاي الجمعة كانت كيف اليوم في البيت أول شي أنا بديت بيهم عجنت عجيني قررت إنو عمل ليهم بيتزا عجنت العجنة زي ما انتو شايفين قلت عندي زي أربع أكواب من الدقيق زيت ليه الظرف خميرة بمثابت تقريبا معلقة كبيرة تمام وشوية ملح ضفت ليه معلقتين كبار من الزبادي وحليب بودر تقريبا ثلاثة معالج حليب بودر إذا أنت عاوزة تزودي كمان زودي ما مشكلة بس بعدها الموية تكون دافية الموية ما تكون سخنة وما تكون باردة إذا الموية بيقيت باردة ما حيتخمر لك زريع وإذا الموية سخنة طوال بيمشيك طع الخميرة وما بتخمر برضو الموية تكون دافية بحيس إنك أنت تقدر تدخل يدك ما يحرقك تمام بس خميرة حليب بودر زبادي وممكن تخطي بودرة تقتوم إذا أنت حاوزة العجنة تكون منكها معاك الموية تنزل شوية 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 شايفين أنا حبيت تعجن لكم كده بالراحة أتشوفوا كم كده كل ما حسيت إنه لا لسه في دقيق باتحت شوية موية شوية موية شوية لبا يدك أبدي تعجني 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 نظف البيت أنا يوم الجمعة يا جماعة بحب إنه البيت يكون كده روايح وطيبة يعني الريحة في البيت يكون طيبة تخيلي القرآن يكون شغال ورحة الخبوز أو رحة حلويات ورحة البخور يعني يوم الجمعة دائما خليه يوم مميز في بيتك خليه يوم مميز في بيتك أنا بحب إنه الأجواء تكون كده حلوة وفترة فاتت أخوي كان بيجي يعني بيصل الفطور يعني ساعة 11 كده بيقول خلاص الفطور بيجي من الدوام بيقول الفطور كده برضو كان برضو بنعمل اللي هو الأكل السوداني الفطور وما بعروه شنو لكن هسي بيقوا شنو كل واحد سنو بيجي متأخر يعني زوجي بيجي متأخر من الدوام أهوي بيجي متأخر من الدوام فشنو ما 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 بيكون في وجب سابتك كده للفطور فوجباتنا بيقت ما بين الغدا وبين الفطور بين العساء بيقت ملخبتة فالأفضل إنه أنا أعمل ليوم مثلا اي واحد لما يجي في وقت مختلف يقدر يشيل يا اكل عملت لهم زي مني بيزا فطاير حاجات زي دي بسهل عليك انه بدلا ما يقول لك ان احنا جعانين بشيلوا يأكلوا براهم فانتي كمان اعملي زي او اذا مثلا عندك وجبة سابتة لهو الفطور ممكن تعمل فطاير بعد الظهر كذا تملي حفاستين كذا لحد بالليل تاني ما بيقول لك احنا جعانين عن لما يكون عاوزة ريح روحي كذا مرات كتير يوم الجمعة يعني بنطلع برضو او يتغدينا او يتعشينا برا المهم بعد ما خلاص عجنت العجين وعجنت خمر دخلت الصالون هو نظيف ما وصخان لكن شنو اه يوم الجمعة الانسان سبحان الله يعني اصلا احنا يوم الجمعة ده يوم مميز للمسلمين بالنظافة وبالروايحة الطيبة فعشان كده بحيب انه البيت يكون مفتح كده اه اشغل القرآن في الصالون في الغرفة في غرفة الاولاد اي مكان بحيب انه صوت القرآن يكون مسموع في البيت غير كده رحت النظافة الديتول والمنظفات وبحيب رحت الاكلات مثلا الخباء الفطير خاصة رحت الخبز يعني فدايما عطروا ايامكم او يوم الجمعة خاصة خليه يوم مميز في بيتك اذا انتي بتقضيها زي وزي اي يوم لا لا خليه يوم مميز في بيتك بحيس انك انت تكون مروق الدنيا ونظيف وزي ما قلت سيليكم اه فبرضو يعني مرات الضيوف فجأة بيجوك يوم الجمعة فعشان كده انا بحيب دايما الصالون خاصة يوم الجمعة الصالون يكون رايق مروق ما فيه اي شي تقدر تستخبلي في الضيوف فيك بكل اريحية وانت مطمنة ما بيكون زي باقي يعني ما بيكون زي نص الاسبوع لما انتوا شايفين يا ريتكم لو معاي في البيت رحت الديتول ورحت اللابندر حاجة كده رهيبة النظافة دي حاجة سمحة فدايما الروتينات بيكون عن النظافة وعني الترتيب لانه سبحان الله كل ما بيتك يكون نظيف كل ما الروائح تكون حلوة بتحس انه كده سبحان الله تاخد البيت حلوة شديد شلت السجادات اللي كانت مفروشة دخلتهم الغسالة ونضق جبت السجادات مظيفة تاني جديدة مش جديدة نظيفة يا جماعة مطولة من السوق نفسي امشي السوق بس خلاص فاضبي فاضبي انا مما وليت ما طلعتها فشنو حابة امشي السوق لكن ما بتتخيلوا الجو عندنا عامل كيف الجو بيقولك اه بقيمرة تعالي طالعة بس بقيمرة تعالي طالعة فبس نفسي والله امشي السوق ما عارف حاجيب شنو لكن ان شاء الله وكمان دايرا وريكم يا بنات السعودية ان شاء الله قريب انا شغالة في بخوركم حوفر ليكم بخور مبشور الصندل وكرات الصندل حوفر ليكم الدلك السوداء ودلكة المحلب لازم تجربوا حاجات وتجربوا دلكة المحلب خاصة وبخور الصندل المبشور الحاجات تقريبا كمان من عشرة يوم لأسبوعين كده حشحن وخلاص لقيت زون الحمد لله حيوصل لي الطلبية عموما الطلبة المنتجات هتكون متوفرة في الرياض وحيكون متوفرة في الدمام اذا انت في اي مدينة غير المدينتين دول بيوصلوا ليك التوصيل بيوصلوا ليك بالنسبة للبنات اللي بيسألوا من الاسعار شوفوا كل المنتجات اسعاره 50 ريال العبوات الحجم العبوة تقريبا 400 ملي اما دلكة المحلب الحجم بيكون اقل بشوية اذا البخور 400 ملي المحلب بيكون حجمه 350 ملي لانه المحلب غالي ومكلف وكل شي برضو يعني ما حرمتكم حجم العبوة مناسب بكفيك بمشي معاك فترة طاويلة تمام؟ دي الحاجات الحالية بقدر اوفره لكم في السعودية بإذن الله اما بالنسبة لباقي الدول هحاول لانه انا قطر مسلا ما ما بعرف فيه ناس كتار او ما عندي طلبية كتيرة لقطر مصر يمكن ان شاء الله برضو ناوية اما عمان برضو ما ما عندي فيه ناس او ما عندي طلبيات كتيرة كده بالعمان فاذا العدد بيكون ضابط ممكن برضو اشحل لكم ان شاء الله دعواتكم ربنا يوفقني ويوفقكم وزي ما كل مرة قاعد اقول لكم اشتغلوا سبحان الله كل ما امتي ختيتي هدف في راسك واتهدتي وسعيت وتعبتي وقمتي ووقعتي بتصل الى الشي اللي انت عاوزاه وانا والله كان مناي 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 انه اكون عندي زباين انه انا اعمل الحاجة اللي بحبها الحاجة دي تكون يعني ما يكون مسلا خلاص انا بديت شغل واشتغلت وخلاص بقليا مصدر داخل لا انا عاوزة الحاجة اللي اقدمه للوحدة في بيتها انه البخور خاصة انا بحب يعني ربنا يحقق حلمي ويحقق احلامكم بس انا خاصة حابة يعني اي ريحة حلوة في بيتي يكون في بيوت كل الامهات زي البخور اي حاجة انا بحبها لروحي يكون اي واحدة فيكم تكون قاعد تستعمل برضو من الحاجة اللي انا بحبها اول حاجة اللي بحس انه هو ظريف لطيف يعني مسلا زي دلكت المحلب زي دلكت المحلب زي دلكت المحلب بخلي ريحتك ريحة عروز اما دلك السوداء بيطل عليك اي مصايب من جسمك وغير كده بيخلي جسمك ناير يعني حلو فحابة انه الحاجة ما مجرد انه انا دار اعمل شغل انه انا دار اوصل الحاجات للبنات واكون عندي مصدر داخل لا انا حاجة يعني الحاجات اللي انا بحب اعملوا في بيتي او في نفسي حابة انه الحاجات اتصلكم وان شاء الله دائم بتمنى خاصة البخور زي ما انا ببخر بيتي ببخوري بيوتكم برضو تبخروها ببخوري در رسالة لانا قاعد دايرة اوصلوا انه يعني البيوت بيوت انتو تكون معطر تعطروها ببخوري ان شاء الله اه وربنا حقيق احلام الجميع واسعوا يا بنات لحد ما تصلوا مرحلة انك انتي يعني انا ما بقلكم انا خلاص وصلت لما لا والله انا يا شايف اروحي انه انا يا داب قاعد ابدأ يا داب دايرة ابدأ يعني قصة انه انا اشتغل والبنات الريفيوهات الحمد لله والشكر الله اي واحدة معاي في جروب اه ونورا ونوران حتشوف الريفيوهات نحنا بننزلوا هناك انه البنات اللي بيستخدموا الحاجات او اللي استخدموها البخور وكذا بنزلوا ت تجاربهم او ما بنطلب منهم اللي بعجب الشي بنزل في القروب الحمد لله الرضا يعني راضي كلهم عن المنتجات فانتو كمان اي واحدة عندها هدف اي واحدة بتتمنى تعمل حاجة اتمنوا واسعوا واشتغلوا بازن الواحد الاحد ربنا حيفتح عليكم وحتقدروا يعني دايما امن بقدراتك اني كنتي بازن الواحد الاحد مع رب العالمين بتقدر يتعملي كل شيء زي ما انتو شايفين انا هنا هس هسيت براحق لما طبيعية اعملت الشيء اللي انا عاوز اعمل اللي هو خلاص كل ستاير مفتحة كل البيت ريحت 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 لافندر وفيه جزء من ريحت ديتول الله يكرمكم الحمامات ما صورت لكم بحب ان الحمامات ديكون هتكون نظيفة والروايح كده طال على روايح طيبة برضو بعد ده اول شي ببخر ببخور اللبان بعد بخور اللبان باخد شوية من بخور المحشور بتاع الصندل او كرات الصندل وبكفل في الغرفة بعد ده ابخر البيت حدخل المطبخ العجن حتكون خلاص اتخمرت ماشيت عملت لهم من بيتزا ماشيت عملت لهم شوية فطاير باقي العينة وبرضو عملت لهم حالة لان يوم زي ما انتم عارفين بيكونوا قاعدين في البيت يعني هيكونوا دايرين شاي او هيكونوا دايرين قهوة فبحيب انه دايما ان يعني كلنا في خاطرنا انه يكون في حاجة حلوة مرة امس ما كنتم عملت لهم بزبوسة اليوم عملت لهم حالة من حلويات رمضان وبس والله حبيت اطلع عليكم يوم الجمعة رباني عطر ايامكم دايما خذيها القاعدة او اعمل او حاول انك يتسا تعمليها يعني يوم الجمعة خليهم مميز في بيتك كنا ناوين والله نطلع لكن انا ما اكذب عليكم الفترة دي ما بقدر اطلع في الجودة ومعاي ياسين يعني لو ما معاي ياسين اوكي عادي بينكازي فما عندنا مشكلة لكن شوية صعب مع ياسين فعشان كده اقول لهم خلاص نقعد في البيت نعمل اجواع حلوة في البيت اللي هو نتلمين كده مع ابوهم قاعد بنشرب قهوة ونعمل فشار ونعملنا الحاجات دي او عملنا الحاجات دي لكن شنو ما بقدر اصابوا اقول لكم برضو انه ما شاء الله لما يكونوا متلمين ومع بعض ويشربوا ويأكلوا فهم يمكن ما عندهم مشكلة لكن انا ما بحب دايما قاعد اقول في البيت هات انا ما بحب في بناتكو تار سألوني يا دلال لا انتي ما بيجوك ضيوف انا بجوني ضيوف كما بيجوني لا بالعكس ايان ولم يسمعي ضيوف بالليل بجوني ضيوف دايما صاحباتي بيجوني السجوم العلفات كانت معي هان نويا وبنوتة العسل كان مقايلي معانا وتغدينها سواء وتوالنسنا بس ما بحب ما بحب انه اصور مسلا جان ضيوف اصور قاعداتنا مع بعض في ناس ما بحبوا او حتى انا ذاتي ما من النوع اللي بحب الحاجة دي ما بقدر اصلا الحمد لله وحاب الصفة دي فيني انه مسلا ما يكون معاي ضيوف اجي اخدت الشي قدام ونو قاعد مصور الا مسلا عندي صاحباتي اللي هو مسلا ناس مهويا وكذا عادي عادي ممكن يعني ما عندهم مشكلة وانا ذاتي بكون ماخد معاهم ارياحية كاملة لكن مسلا باقي الناس ما ما بحب حتى لو لاحظوا بدخالتي مش بتكون معاي ما بحب يعني والحاجة دي برضو انا شايفة انه شي ده كويد شي ده انا بالنسبة لي كويد لانه ما بقدر زي ما بقوله اقتحن خصوصيات الناس اه وتاني حاجة في سؤال تسأل كتير برضو غير انه اسم شنو غير الضيوف ايو ما بتطلع انت بطلع انا انا اكتر واحدة بطلع في البلدي لكن شنو بس يعني من فترة الولادة ما ما طلعتها لانه والد قيصري وغير كده البيبي صغير وغير كده الجوحر لكن ان شاء الله والله ناوي اطلع واصور وانا ازليكم برضو اذا لقيت اجو تحسن وانت كمان اكتروا في الكومنتات قضيتوا يومكم كيف وعملتوا شنو وكيف كان جمعتكم اه والفيديو حبيتوا يكون خفيف لطيف ظريف بس طلع وحبيت اتونس معاكم زي ما بقوله او اطلع عليكم وربا يسعيتكم جميعا يا رب العالمين على الدعواتك الحل الحلوة وشكرا للبنات اللي اشتركوا في القناة الثانية امس نزلت لكم في القناة طريقة ماسكا الافوكادو لترطيب الشعر هنا كان خلاص والتصلاة اتخيلوا انا خلصت ده كله قبل ما الازان يأزن قبل ما صلا باركة الصباح دايما سبحان الله مفيد لانه في فترة النهارية تكوني عاوزة تقري بعض الصلاة عاوزة تقري عاوزة كده هنا الحالة عملت لهم شنو اللي هو حلويات رمضان جبت الجبن العادي ولفيته في السنبوسة ورقة السنبوسة حمرت في الزيت وسقيته بشيرة وشوية من القرنفل مش قرنفل قرفة وبعدين حليب محلة وتزيني بقفستك تزيني باي حاجة ما توفر عندك او الحاجات اللي انتو بتحبوها برضو ظريف وبشبع وغير كده تحسينه طعمه رهيب شديد دايما كنا بنعمل في رمضان البنات اللي معي في القناة من من قبل رمضان او البنات اللي حضروا وصفات رمضان كده هو حار اسجيه وما تزجيه بعد ما يبرد اسجيه هو حار عشان يتشرب لك سريع اللي اسمو اسنو الحليب المحلة وممكن كمان عادي بشيرة تمام وبعد ده رشا شوية قرفة وزينتوا باي فوزتوا الحمد لله والشكر اللي على النعم قدمت ليهم مع شاي احمر اشربني باي وشاي وهسي بعد ما اخلص الفيديو برضو طاني حمشة شرب باي و ما بقدر من غير قهوة ما بقدر بحش روح سطلت خلاص ما قادر افتح عيوني سبحان الله فبس والله بتمنى الفيديو يعجبكم يا بنات بتمنى الطلة تكون خفيفة عليكم دايما اسعلي ان بيتك يكون حلو اجواء بيتك تكون حلوة الشدة في يدك بتقدر تحلي زي ما بيقوله يومك زي ما انتي عاوزة ربني حلي ايامكم ربني سعيدكم ربني يعينكم يا رب العالمين وابقوا بخير دايما وابقوا بعافية الحدي باشوفكم ان شاء الله بازن الله في الفيديو الجاي مع السلامة موسيقى